من يتجولوا هذه الأيام بخنشلة لابد أن يكون مزاره لمزارع التفاح المتواجدة بأعالي بوحمامة والتي تعرف وطنيا بإنتاج وفير وتخصص في الشعبة ذاتها وتعب السنوات جن لأنواع تجد بها المنطقة هذه من اللينظ نحن ناس فلاحين لهنا موروثة هذه أبنعا جدا غرص الأشجار هذه التفاح ومعروفة بها جهة هذه بالذات تعب وحمامة حتى مناطق هنا ما انتجت في هذا التضاريس حتى ايجت في تضاريس صعبة جدا وما تكونش عندك إمكانية مادية ما تقدرش تخدم هذا المنتج هذا الظروف الصعبة والتضاريس الجبلية لم تكن حائلا أمام تحدي الفلاحين والمزارعين ونقائص بالجملة تقف عائقا أمام كثير منهم لتسويق الانتاج داخليا وخريجيا اسم الفلاح هنا تلقاه يخدموا يدمروا بلاسة واعرة ومن بعد يدخل الكتفاح تلك الخارج وثاني والله غير الكولار تغسلوا يخرج وهنا طبيعي تفاح طبيعي وتلقاه ما يشريهش ويشري تعالى مبورتاسي يقولك تعالى خارج على الكولار على الله ومسح لقوه ضوق وشوف هذا الفلاح حالي كان جاءت عنده إمكانيات وقدر كيفاه يدير الغطارة وفرتير لا يخليش كما هك لكن الضعف طلبهم جميع السلطات يعني يعطيه شوية أهمية لهذا منطقة شعبة التفاح بخنشل رائدة بسواعد أبنائها وتفرة منتظرة في استغلال المنتوج إلى منتجات مستخلصة منه في استثمارات تعود على المنطقة بفوائد ربحية وتوظيف ليد عاملة تريد انتشالها من البطالة ترجمة نانسي قنقر